الأهلي تقريباً أمورك يتهدياً في فاطل الانتقالات الحالية هل الأهلي كان بيفكر يستبعد لعبين آخرين أو يستنع على اللعبين آخرين زي ما عمل مع صلاح محسن وقالاً صلاح محسن بس هو الهدف وليه صلاح محسن العادة تفسق يعني إحنا ما بنسمعش كلمة فسق العادة دي في الفترات الأخيرة في النادي الأهلي ليه الأهلي قرر أن يفسق عادة صلاح محسن؟ وصلت خاصة العلاقة يعني وصلت طريق مزدود ما بين النادي الأهلي وما بين صلاح محسن مفصل كلف قال أنا مش عايز صلاح محسن وصلاح كان عنده فغباً بيكمل لكن هو مش هيكمل ومضيب الفني مش عايزه ومش عايزه حتى يتمبر مع الفئر ده الكلام اللي طلع أن مفصل كلف مش عايز حتى صلاح محسن يكون موجود في التربية أيو ما أنا فاهم بس الأهلي في الظروف لزي كده بيبيع اللعب يستفيد منه هو باعه بس بشكل مش مباشر يعني يعني ايه؟ مخصرش فيه يعني بس مش هنتكلم عن مقارنة الرقم اللي هو جي بيه لكن في الآخر هو هو الأهلي استفاد يعني من صلاح محسن ومصلاح واللعب نفسه تنازل كمان عن عن مستحقاته ورحل بشكل هو طلع من هو فسخة عقد لكن في الآخر النادي الأهل طبعاً استفاد من بيع مهب كان فيه لعيبة تانية كان الأهل عيساني معنا؟ كان فيه مجموعة من اللعيبة محطوطة في القيمة اللي هو لو هنعمل صفقة أبادولية لو إحنا هنكون هنجيب مثلاً محمد بسام هنجيب لعيبة تانية كان محطوط أحمد عبدالقادر كان محطوط كريم ندفد كان محطوط خلد عبدالفتاح كل اللعباتي كلها كانت مطروحة وكان محطوط كمان حمزة علاء حمزة علاء اه طعا